دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبزم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال نسأل الله أن نتقبل صيامنا ورقوعنا وسجودنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الطلاق ما أسباب الطلاق وما الحل لهذه الأسباب للأسف احنا بنعاني في مصر في الوقت الحالي من تفاقم مشكلة الطلاق بيجي لنا كل يوم أسئلة واستفسارات واستشارات خاصة بمشاكل الطلاق بعضها أو يمكن أقربها كان اليوم لحال الطلاق ما مر على الزواج أكثر من تسعة أشهر يعني تزوجوا مدة تسعة شهور والوقفين دلوقتي على الطلاق وذهب الأمر إلى المحاكم وإلى القادم طيب المشاكل دي ما كنا نسمع عنها في مجتمعنا المصري اللي في الغالب مجتمع عنده أعراف عنده أصول عنده قواعد عنده ضوابط وهذا الأمر في يعني صعيد مصر وفي ريفها أكثر من مدنها يعني مسألة الالتزام بالأعراف ونجد الآن في الوقت الحالي أن مشكلة الطلاق تفاقمت في كل مكان في الصعيد وفي الريف وفي الحضر وفي المدن وفي كل مكان أصبح الأمر منتشر وفي كل الطبقات الاجتماعية يعني بالله الغني والفقير المهندس والطبيب والمدرس وكل يعني طبقات المجتمع بمختلف انتماءاتها وتخصصاتها أصيبت بهذا الداء الخطير وأصبح قرار الانفصال والابتعاد عن هذا الميثاق الغليظ الذي وصفه الله عز وجل بقوله واجعلنا بينكم ميثاقا غليظا يعني أصبح أمر يسير على الزوج أو الزوجة من السهل جدا أن الزوجة تروح ترفع قضية الطلاق وتطلب الخلع من زوجها من السهل جدا أن بعض الآباء للأسف يترك أولاده بدون مصرفات وزوجته بدون رعاية حتى يعني يضغط عليها ويضطرها إلى المحاكم علشان تبريه من حقوقها طيب إيه الأسباب اللي خلتنا وصلنا للمرحلة دي إحنا ليه؟ بقى الموضوع سهل وكتير وكنا بنجلس في مجالس صلح ما بين الزوجين ونلاقي راجل طيب كده عميد عيلة ولا كبير العائلة ويقول إحنا كلمة طلاق دي مش موجودة عندنا في عائلتنا وبالفعل إحنا في قرى بالكامل ما كنتش تلاقي واحدة يعني أو رجل طلق دلوقتي بقى الأمر كثير فيقول إحنا ما كانش عندنا في عائلتنا حاجة اسمها طلاق مش إن احنا ضد شرع ربنا ولا حاجة لا شرع الله عز وجل موجود والطلاق حلال ولكن مفيش يعني مشكلة بتوصل للطلاق دلوقتي بقت كثير من المشاكل تصل إلى المحاكم وتصل إلى الطلاق طيب إيه السبب؟ السبب يعني مش سبب واحد دي مجموعة من الأسباب وهي يعني نقدر نقول معقدة شوية لازم نفككها ونعرف القصة بتبدأ إزاي ليه ممكن تحصل مشاكل أي شراكة ما بين شخصين اتنين بيقيموا الشركة مع بعض دخلوا في مشروع تجاري مع بعض شخصين ارتبطوا مع بعض ارتباط زواج السبب الأول للاختلاف الجهل إحنا دخلين على طمع إحنا اللي اتنين سواء كان زوج أو زوجة أو شريك مع شريكه أو دخلين في تجارة ما إحناش فاهمين حدود الموضوع وللأسف يعني وإحنا بندي بعض المحاضرات وفي بعض اللقاءات سألت السؤال دا لناس كتير جدا وده سؤال مهم إحنا كمسلمين قبل ما نقيم عقد الزواج قبل ما يحصل كتب الكتاب هل درسنا أحكام الزواج في الإسلام؟ فالناس كلها تقول لا ما درستش هل في حد قعد كده مسك كتاب فقه ودخل على باب الزواج وقعد يدرس أحكام الزواج؟ يقولوا لا طيب ما إحنا عندنا الزواج عبادة كالصوم والصلاة والزكاة والحج وكسائر المعاملات في يعني أركان وفي شروط لا بد أن تتحقق شروط صحة والله عز وجل يقول في آيات الخاصة بالعلاقة الزوجية تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني هناك قواعد هناك حدود هناك ضوابط لابد وإحنا كزوجين نلتزم بيها يعني ما ينفعش زوج يغضب من زوجته فيمنع عنها المصروف والنفقة مش بمزاجك مش بمزاجك أن تمنع النفقة عن الزوجة احنا مش بنتصرف في هذه الحياة الزوجية وفق أهوأنا أنا متدايق وزعلان فمصرفش على البيت حضرتك مش بمزاجك أنت يعني مطالب شرعا بالنفقة على البيت واحد يبقى يعني بينه وبين زوجته مشاكل فيقوم يهجرها في الفراش وفي البيت يروح يقعد عند مامته ويسيب لها البيت أو يسافر ويسيبها ما يعرفاش مش بمزاجك حضرتك أنت زوجك بيقولك ما تخرجش من البيت طب حخرج غزبا عنك مش بمزاجك ده شرع ده دين ده عبادة ده لازم نلتزم بما أمرنا الله عز وجل به طب إحنا درسنا الكلام ده ولا لا النفقة برضو يعني مش خاضعة للأهواء الزوجة تطلب اللي هي عزاه لا يا حضرتك مش بمزاجك الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى طيب يبقى إحنا كزوجين في بيننا مشاكل سببها إن إحنا مش درسين ديننا كويس وأحكام الدين كويس وده مش السبب الوحيد بس ده السبب الأول إحنا المفروض في المرحلة الثانوية في المرحلة الجامعية قبل يعني ما ندخل في مرحلة العلاقات اللي هتقوم عليها الزواج وإن الولد يبتدي يدور على البنت اللي هتبقى شريكة حياته والبنت يدخل بيتها واحد واثنين وثلاثة علشان الخطبة والأهل يبتدوا يحصل ما بينهم مشاورات لازم قبل أن يحدث ذلك نبقى درسين الفقه الإسلامي ليه؟ لأن الدين ما ترك شيء يعني كل حاجة موصوفة بدقة شديدة حضرتك مش بتختاري على مزاجك ولا حضرتك بتختار على مزاجك ده فيه أوصاف الشرع الحنيف والنبي الكريم وضحها لنا ويقول أن تنكح المرأة لأربع إيه اللي يخل راجل يروح يتجوز ست أو ولد يتقدم لبنت فيه أربع حاجات الرجالة بيفكروا فيها لمالها وحسبها وجمالها يعني الولد بيشد يعنيه البنت الجميلة ويحب يرتبط بمرأة ثرية ويحب يرتبط بمرأة من عائلة يعني لها مكانة كبيرة علشان الحسب والنسب ورقم أربع لدينها المرأة المتدينة طب النبي صلى الله عليه وسلم بيرجح لنا نروح فين من الأربع دولة بيقولك خل المعيار الأول المعيار الأول في الاختيار الدين فاذفر بذات الدين تربت يدك يبقى حضرتك لما تحب تختار شوف المواصفات الشرعية التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتزوج الصغيرة وليست الكبيرة يأمرنا أن نتزوج يعني إيه يقول للصحابي هلا جارية تلاعبها وتلاعبك الودود الولود من نظر إليها سرات يعني يبقى فيها بعض الصفات اللي على أساسها تقوم الحياة الزوجية تكون الحياة الزوجية قائمة على قواعد على ثوابت ويعني نأمل لها أن تستمر وأن تنجح حتى لو في مشاكل المواصفات والمعايير اللي اخترنا عليها بتكون سبب من أسباب حل المشاكل بتكون سبب من أسباب التغاضي عند الرجل عن كثير من الأمور طيب كذلك البنت مش بمزاجك حضرتك تختاري الولد الجميل الكيوت اللي بيعرف يتكلم لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلو تكن فتنة في الأرض وفساد عريض يعني عاوزين نختار على أساس الأخلاق ليه؟ لأنه لو اختلف مع البنت مش حيدربها الولد اللي عنده دين وعنده أخلاق وعنده مرؤة ورجولة مش حيدرب بنتك لو حصل خلاف ما بينهم مش حيبتزها بالفلوس أصرف ولا مصرفش مش حيقهرها ويذلها ويحبسها في البيت ليه؟ لأنه شريف لأنه كريم عنده مرؤة عنده رجولة ما إحنا مشكلتنا في إيه؟ لما بنيجي نختار ممكن نختار على أساس المنصب والفلوس والحياة الاجتماعية والوجاهة الاجتماعية وانسيب الأساس تزوجوهم فقراء يغنيهم الله يعني يعني خل المعيار الأساسي اللي هو على أساسه ستقوم الحياة الزوجية ممكن الغني يفتقر وممكن صاحب المنصب يترك يعني منصبه فمهم جدا إن إحنا نبقى عارفين على أي أساس نختار الرجل ونختار المرأة طيب فهمنا كيفية الاختيار نبقى عارفين القواعد ما روحش البيت وما فيش راجل في البيت لازم يكون هناك يعني أثناء وده يعني مشكلة متكررة متجددة الولد اللي بيروح البيت اللي ما فيهوش راجل يعني أنه ما فيهوش راجل مش إن الأب بتوفاه الله لا بالعكس لو أب بتوفاه الله إيه المشكلة أحياناً بيكون الزوج موجود حاضر ولكن للأسف حضور يعني زي يضيف شرف لا كلمة له ولا يعني زي ما بيقوله كده لا بيحل ولا بيربط أما رايحة تفق مع ست وهذا أمر في غاية الخطورة إذا دخلت البيت اختار البيت قبل البنت شوف البيت البيت ده فيه أصول فيه قواعد مين اللي كلمته بتمشي عشان تبقى عارف اللي ده اللي هيحصل معك في بيتك ما تجيش بعد كده تندم والبنت والبنت لما توافق أنت مش بتتجوزي ولد وبس مقطوع من شجرة هذا له أب وأم وإخوات وعائلة فدولت حيبقوا جد أولادك وجدة أولادك وحيبقوا يعني أعمام أولادك فلازم نختار بيت لما تحصل مشكلة بين الزوجين البيتين دولت حيكونوا سند للبيت اللي لسه بينشأ صغير ده هيحموه هيساعدوه ما احنا محتاجين مساعدة في الأول بتحصل مشاكل خبرتنا قليلة ما تحطناش فيها قبل كده أول مرة نتجوز فلازم مساعدة من البيت اللي هو أنا نشأت فيه لازم مساعدة من بيتها اللي هي نشأت فيه تعارف لما أم الزوجة تبقى إنسانة عاقلة حكيمة راشدة وبنتها تغضب تقول لها بس ده كل الرجالة كده هو أنت لو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي زيه هو ده حد نزعل منه ده أنت فاكر عملك كذا وكذا وكذا وتقوم تريحها وتريح بنتها يرجع زوجها من برة تكون هي صفيت ومشكلتها تحلت وتقابله في وجههم بشوش والمشكلة تنتهي إنما الأم اللي هي يعني قلة أو قلت الحكمة عندها بلاش نصف أوصاف أخرى لما تحصل مشكلة مع بنتها تقول لها آه ما تعودهوش على كده اغضبي كالشاري في وشه علشان ما يتعودش إن هو يزعالك ما تعملولوش أكل امراضي ونامي في السرير والله ده بيحصل بجد أنا بقول لكم على حاجات وقعية بنسمعها في الجلسات في جلسات الصلح ما بين الزوجين فتقول لها اعملي كذا وكذا وكذا اصري في كتير علشان ما يحوشش فلوس ويتجوز عليك وتبتدي الأم تشحن البنت على زوجها المسكين الغلبان المطحون اللي كل شوية طالع من البيت رايح الشغل وراجع متأخر لا لاقي راحة برا البيت ولا جوه البيت فتقوم المشكلة الصغيرة تكبر والحياة تتعقد فالمهم جدا إن احنا نختار كذلك البنت وهي بتختار تختار حماتها حماتها اللي هتقعد يعني بعض الأمهات بتغير على ابنها وده شيء منطقي جدا ما هي قاعدت رباته كان طفله صغير وكبرته وعلمته وراحت معاه الدروس والمدرسة وجابت له لبسه ويعني هي اللي اخترت له كمان العروسة وفجأة هتاخده منها فلسبب منطقي جدا بتشعر بالغيرة طيب الحل إيه الحل إن البنت تختار كويس تختار حماتها مش بس زوجها علشان ده اللي هيقول لنا فيه مشاكل ولا لأ فيعني ضروري جدا إن احنا نركز في أمور الاختيار بكل تفاصيلها يبقى الولد يروح بيت قائم فيه راجل والرجل ده ليه كلمة فيه تربية فيه انضباط فيه تعليم مهتمين بالتعليم فيه ايتيكيت فيه زوء فيه دين فيه أخلاق والبنت كذلك تختار على هذا الأساس الولد ماينفعش يختار بنت في سنه هو بينفع وبينجح بس في الغالب في زماننا ده البنت عقلها أكبر من الولد شوية فلما بيتجوز واحدة في سنه أو أكبر منه بيحصل نوع من أنواع يعني الفارق العقلي بيكون في صالح البنت وإحنا عندنا الولد هو اللي مسؤول عن القوامة فبتبقى فيها انتكاسة شوية فمهم إن هي تكون أصغر منه على الأقل أربع سنوات البنت لما تتزوج حد أكبر منها هتشعر معاه بالاحتواء تشعر معاه بالأمان بس ما يكونش أكبر منها بكتير ما يكونش أكبر منها بخمستاشر سنة وعشرين سنة زي ما احنا بنشوف معانا اتصال معانا الأستاذ مجدي آه 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 أتفضل يا أستاذ مجدي أنا عاوز أعرف إيه أسباب الطلاب والحلول يعني إيه أسباب الطلاب ومش حل إيه أسباب الطلاب إحنا دلوقتي يا أستاذ مجدي بنتكلم في الموضوع ده وقلنا إن السبب الأول إن إحنا مش فهمين أحكام الزواج في الإسلام يعني إحنا محدش وأنا عسأل حضرتك سؤال حضرتك تخصوصك إيه أو درست إيه نعم حضرتك درست إيه درست إيه درست يعني مع الموحل يعني آه لأ يعني طالما من سيختة بس واخد ثلثة عدادة منازل يعني طيب ثلثة عدادة حضرتك في يوم من الأيام في يوم من الأيام مساكت كتاب فقه أو رحت الشيخ قبل ما تتجوز ودرست أحكام الزواج في الإسلام لا 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 ما درستش ما درستش تعرف حد عمل كده لا لا ما فيش حد أنا متجوز أنا الحمد لله ربنا يخلي معي وغدين الحمد لله بس عادها في الأسباب يعني آه طيب إحنا مع بعض يا شهز مجد نعرف الأسباب إن شاء الله الله يكمن طيب يبقى ده السبب الأول إن إحنا ما درسناش في دينا إزاي نختار إزاي أو إيه هي الأحكام الخاصة الزوج عاوز يهجر زوجته يهجرها على أي أساس وطريقة الهجر بتكون إزاي الزوجة يعني في مشكلة بينها وبين زوجها إزاي تحلها طاعة الزوج كل هذه الأمور تحتاج إلى يعني فهم ووعي وإدراك قبل الدخول في العلاقة الزوجية طيب ده سبب من الأسباب السبب التاني إحنا فهمين كويس أوي إن فيه شيطان مخصص للحياة الزوجية الشيطان ده مهمته إنه هو يبوز العلاقة ما بين الزوجين يوصلها لمرحلة الإنفصال والطلاق طيب معانا اتصال أم يوسف زي حضرتك يا شاي زيك يا أم يوسف كل عام وأنتم بخير تفضلي وانت بالصحة والكلام زي حضرتك الله يكرمي كل سلام وأنت طيب يا شاي وأنتم بخير وعافية أصدادكم الله يا رب لو سمحت يا شاي أنا أكثر أسباب المشاكل ما بينهم ما بين زوجي حماتي مع أني والله العظيم أنا بعمل معاها كل اللي ما كنتش بعمله مع أمي لنفسها بعمله معاه بس هي دايما مش محترفة بأي حاجة بعملها ودايما والله العظيم يعني الواحد من الساعة سابعة هو تحت رجليها لحد ما بغطيها قبل ما بغطيها بغطيها بأفرض عليها النموسية وغطيها وشوف طلباتها كلها وغرض ما أنا مش مشكورة معيها فالطلس مش عارفة ليه والله يا أم يوسف يعني أنا أنا مقدر جدا المعاناة اللي حضرتك فيها وربنا يجعله في ميزان حسناتك ويكون سبب من أسباب أو باب من أبواب الجنة يكون ربنا سبحانه وتعالى فتحولك على مصرعي سعاوز أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا دي أكيد ستة كبيرة في السن صح؟ صباح طيب الستة الكبيرة في السن يعني بتكون عندها خلقها دايق شوية بيقولوا بتتنرفز بسرعة وتغضب بسرعة وعندها شوية تحكمات نعم 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 يعني المفروض هي تبقى مقدرة أنا اللي بعمل لها كل حاجة نعم 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 شهر الرمضان لحد آخره وكان عندها كورونا وكلام من دا وان اللي كنت تحت رجليه ربنا اجعله في مزال حسناتك ربنا اجعله في مزال حسناتك طيب هل انت اللي قعدة معها في البيت ولا بقيت السلايف آآ قعدين معاكم في نفس البيت آآ لا أنا قعدة معها في البيت في الشقة اللي فوق وتقلقتي التانيين جنبي يعني كل واحدة جنبي في شقة جنبي بس أنا اللي موجودة معها في البيت آآ يعني هما تقريبا كده تقولوا في البلد معزولين لوحدهم قعدين لوحدهم مضبوط أنا برضو أعدى الواحدي يعني أنا منفصلة أعدى الواحدي بس أنا مباني رأت علي إن أنا أتيبها أو كده لو عملت أكل ولا حاجة بأخذ وانزل لها تحت عشان ناكل سوا وعشان حتى ما معرفت ناكل اللقم لو انت يا أم يوسف ما روح تلهاش وخدمتيها مين اللي هيخدمها نعم لو انت لو مش انت اللي بتخدميها مين اللي يخدمها تاني يعني ليه سلايفك مش بروح يخدموها لو أنا اللي ما عملتاش يعني حد تاني يعمل لها هل في متاح إن حد تاني يخدمها أيوة كل يعني يوم هي دلوقتي متبكلة علي وإن أنا بعمل وأنا أصدر ما بستناش ما بستناش حد يجي يعمل له أنا اللي بعمل حتى لو حصل مشكلة ما بينه وما بين جوزي ببقى مستنية إن هي اللي تقوله لأ أو بلاش وهي متبهدلة وأنا بشتغل كمان يعني أنا عندي محالة بقى أسفيته للنغار وبسافر أجيب لبس وحاجات زي كده وبشتغل وبس أنا ببقى عايزها تقول لأ قطر خيرها والله إذا ربنا يعينها ده ما بسخنا بين البيت وما بينش وفليه ما بتقولش كده خالص بصي أنا أنا قابلت حالات كتير زي كده ممكن تقول كده من وراكي هي بتبقى متخيلة أي يا أمو يوسف مفيش حد أعمى حتى لو كان مش بيشوف يعني بيبقى حاسس بالوضع وحاسة بيكي بس بتبقى حاسة إن هي لو قالتلك كده حتسوقي فيها زي ما بيقولوا أو حتتدللي شوية فبتقول كده من وراكي حالات كتير كان يحصل أم الزوج تقول لهم أنا مفيش في الدنيا زي أمو يوسف مثلا ده دي اللي بتعمل وبتعمل وبتعمل وقدام أمو يوسف تبقى إيه جد شوية فدي طبائع ناس كبيرة في السن إنت استمر على اللي إنت بتعمليه زي ما إنت ويكون جواكي مش عايزة منها لا كلمة شكر ولا كلمة يعني ولا كلمة خير ولا أي حاجة كل اللي إنت طلباه إن ده يتردلك في أولادك وفي صحتك وفي شغلك وفي زوجك وربنا سبحانه وتعالى يجعله في مزان حسناتك بس تأكد يا أمو يوسف إن هي شيلاكي فوق رصها بس مش بتقولك كده قدامك الستات الكبار في السن بيبقوا حاسين شوية إن ده حقهم وهو ده حقهم فعلا إن إحنا نخدمهم وإن إحنا نكون تحت رجليهم حتى لو هي مش ممت أنا بخدمها إكرامة للزوج وهي برضو حد محتاج الخدمة فربنا سبحانه وتعالى يجعله في مزان حسناتك إنت أكيد يعني زوجك ده يعني ابن أصول وبيصونك وبيحافظ عليك وإنت كمان ما شاء الله بتسعديه وبتقى في جنبه ودي حاجة جميلة أوي فكملي كملي المشهور بتاعك متأسيش الجنة يا أم يوسف يعني عاوزين نوصل لها بس في حاجة اسمها الصبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليس للصبر جزاء إلا الجنة لما تصبري وتتحملي وإنت بتعملي ده بحب وبتعملي ده برحمة ليها في ناسي كبيرة الله عز وجل يعوضك عن ذلك بجنة عرضها السماوات والأرض معنا اتصال طيب عندنا المشكلة إن فيه شيطان مخصص للعلاقة الزوجية الشيطان إبليس يجلس على عرشه ويبعث صراياه فيفتنون الناس اللي هم بقى مش عاوزهم يصلوا عاوزهم يرتكبوا الفواحش ويقعد يملي عليهم يعني الفتن وينطلق الأبالسة وتنطلق الشياطين لتفسد الناس ويأتي الشيطان ويقول لإبليس ما تركته حتى شرب الخمر أنا أعدت وراه لحد ما زينت له شرب الخمر وشرب الخمر وده بنشوفه كتير اللي بيشرب المخدرات ويتعاطى المخدرات وده يعني بنشوفه كتير وده دليل الشيطان نجح مع هؤلاء ويأتي آخر ويقول ما تركته حتى زنى والشيطان لا يلتفت لهم فيأتي آخر ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجاتي أنا ما سبتوش إلا لما اتطلق هو وزوجته من بعض فيقولوا ها أنت ذا تعالى ده أهم واحد في الشياطين عند إبليس الذي دمر الحياة الزوجية الذي دمر الحياة الزوجية طب ليه أهم واحد عند إبليس لأن لما البيت يخرب احنا بنسميه خراب بيوت يعني عندنا في مصر يقول لك ده خراب بيوت البيت خرب طيب البيت الخرب ده يسكنه الشيطان لما البيت يخرب إيه اللي حيحصل لما تبقى فيه مشاكل دايما بين الزوج وزوجته تلاقي الراجل ممكن والعياذ بالله يقع في العلاقة المحرمة معانا اتصال السلام عليكم وعليك بسرعة طلاقات والله عندي استفتار كذا فرصت الشيطان اتفضلي تحت أهم أنا عندي جزي معانشين مع بعض وقدت علاكت محفلية بس مشكلة قاله فترة يعني من قبل الزوج ومعانا هو بينام في قودة وحضرتك بينام في قودة هو بس الصوت وقت شوية أستاذن حضرتك ممكن نعلي الصوت اه دا ليشانا اتاني ايوه يسعد من حضرتك سماني اه سلم حضرتك هو بينام في قودة وحضرتك بتنام في قودة اه مش بينام في قودة وحضرتك طيب يعني هو دلوقتي بينام في قوضة لوحده وبينزل ياكل مع اهله مش بيدك الحقوق بتاعتك طيب سبب ده ايه ايه السبب او المشكلة بدأت منين يعني حصلت مشكلة قبل الهيد على الاخوة ايها ابسيطة على طلبات البيت طيب حصلت مشكلة بسبب طلبات البيت هو بيمر بظروف مادية صعبة او هو ظروفه صعبة معهوش فلوس لا معاه معاه حافظ رزع طيب يعني مش بيديكي مصاريف كافية تصرف على البيت لا لما بيديهو حاجة بيديكي بيديني مصاريف مصاريف مطلوبة بني بعث لقديك بيديك تمام بس بسيط حضرتك ما تبقيني معايا عشان متشاكل الزهن عندنا في الشكل نعم يا ليد حضرتك ما تبقيني مصاريف مصاريف عندنا طيب اه بص حضرتك المشاكل ما بين الزوجين بيبقى هسبابها كتير جدا اه ممكن نختلف على الفلوس اه هو عصبي ونرفوز وانا مش بطيئ النرفزة والعصبية اه حد بيكلمه عن اه مثلا قريبه او كده عن اعمل كذا واعمل كذا فتقوم تحصل مشكلة اه المهم ان احنا نبقى عارفين سبب المشكلة اهم حاجة احنا اختلفنا على ايه او ايه سبب المشكلة في الاساس اه بيكلمه وبينه وخصوصا لو مفيش حد اتدخل من الاهل يعني لو اهله او اهلك مش عارفين المشكلة بالتحديد او مش بيدخلوا بشكل مباشر يبقى نحل مشكلتنا مع بعض ونشوفه طلبتك ايه وانا يعني اه ماليش في الدنيا غيرك وانت السند وانت الراجل والكلام ده كله وبتتحل المشكلة طيب الوضع مش مقبول هو رافض ان انا اقعد معاه وان احنا نتكلم وبيضغط عليك كل شوية وانت مش قبله في اللحظة دي بنختار حد حكيم مش شرط يكون باباكي مش شرط يكون اخوكي مش شرط تكون ممتك لو انت حت دخلي حد والحد ده مش هيعرف يحل المشكلة يبقى بلاش ممكن الحد ده يكون شيخ المسجد اللي جنبينا ممكن يكون مدرس ليه مكانة في البلد ممكن يكون حد حكيم بيحل مشاكل ممكن يكون صاحبه العائل والحكيم ممكن يكون والده يعني في بعض المشاكل الزوجية ابو الزوج هو اللي بيحل المشكلة هو اللي بيلزمه بالحل بس ما ندس على الزوج لانه لو الموضوع هيجا على كرامته شوية او الزام هيعاند يبقى نعرف سبب المشكلة ندخل حد يحل المشكلة ان شاء الله المشكلة تتحل في اسرع وقت معانا اتصال السيد محمد ام محمد اتفضلي يا ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي يا حضرتك كيف فضلت نشت ازايك يا ام محمد كيف الحال بس حضرتك انا حضرتك محمد كيف مراتني هو ممكن استاذن حضرتك تعال للصوت شوية وتقفل التلفزيون علشان نقدر نسمعك اوضت التلفزيون طيب الاتصال انقطع عندنا بقى الشيطان يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس وقلنا ان اعظم شيطان عند ابليس الذي دمر العلاقة الزوجية ليه الزوج حيفتن الزوجة حتفتن الاولاد مش هيتربوا كويس فده خامة طيبة عند ابليس ان هو بقى يطلع منهم اللي بيشرب خمرة ويطلع منهم اللص ويطلع منهم الفاسد اخلاقيا وده بنشوفه كتير جدا في حالات الانفصال للأسف ان الاولاد كمان بيستخدموا من خلال الزوجين في المكايدات وفي القوادي وفي المحاكم فبتبقى بيئة خصبة لابليس ان ينشر الفسادة في الارض فعلتين بيبقى بينهم قطيعة زوجين دخلوا المحاكم اولاد حرموا من الحياة يعني الاسرية الامنة طيب نعمل ايه علشان نتخلص من وسوسة الشيطان علشان نتخلص من وسوسة الشيطان ومن ابليس اللي قعد لنا في البيت بيتنا لازم يكون فيه قرآن لشغل اذاعة القرآن الكريم لشغل الرقية الشرعية البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب احنا اللي بنخرب بيوتنا بأدينا لو بعيدنا عن ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يبقى القرآن يشتغل في البيت احنا بقى سكان البيت نقرأ القرآن لا نهجر القرآن نتعلم قراءة القرآن نحفظ اولادنا القرآن نجيب لهم شيخ يحفظهم او نوديهم المسجد او نوديهم الكتاب لو احنا عندنا كتاب في القرية يحفظونا القرآن فمهم جدا ان بيتنا يكون فيه قرآن ان اهل البيت يحافظوا على الصلاة يبقى لو حفظنا على الصلاة في اوقاتها قرأنا القرآن قرأنا اذكار الصباح والمساء ابتعدنا عن الذنوب والمعاصر حضرتك بقى مش بتغد البصر بتقول كلام او يعني توقع بين الناس تتكلم على الناس معاصي اللسان كلها الكذب شهادة الزور الافعال المحرمة ارتكاب الذنوب والمعاصي والابتعاد عن طاعة الله عز وجل يجعل للشيطان سلطان على الانسان انه ليس له سلطان على الذين امنوا انما سلطانه على الذين يتولونه معانا اتصال ايو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم حضرتك يا شيخ خلية ابن خمسيسة السنة ده ما حضرت له نعم خلية ابن خمسيسة السنة تمام كل مزهاني كده قد تدع لي يعني فالمهم هو بيعد في الطريق كده رح تعرفيه خطرة حن ده اللي خلق ربنا يجعل الزخرة لك في الجنة اللهم امين يخليك فانا عاز عارف حضرتك انا لما كنت بادع لانا لعملت فيك كده ولا هي موت ولا هي فالموضع ده ذا يبني يعني والله هقول لحضرتك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ندعو على أنفسنا ولا على أبنائنا حتى لا توافق هذه الدعوة ساعة إجابة فيستجيبها الله عز وجل ودي رسالة مني لكل أم ولكل أب ولكل إنسان بعض الناس يعني في وقت مشكلة يقول ربنا يبتليني بمصيبة ربنا يعمل كذا ربنا وقد يكون هذا وقت إجابة الدعاء فيصاب الإنسان وتقبل هذه الدعوة في حقه ويعني فهذا أمر يعني مش يعني من هي عنه شرع هذا الأمر من هي عنه شرع أن ندعو على الأبناء أو ندعو على أنفسنا أنا عارف إن حضرتك لما بتقولي كده الكلام ده ما بيبقاش طالع من قلبك ده هي بتبقى عادة إحنا في الشارع وفي البيت اللي تربنا فيه أو المنطقة اللي تربنا فيها الناس كلها لما بتزعل من ابنها بتقول كده وحالات كتير جدا الأمة ما بتدعيش على ابنها ولا حاجة وبيحصل زي ما حصل مع ابن حضرتك فيعني نسأل الله نتقبله في الصالحين وأن يجعله ذخرا لك في الجنة وكل اللي واجب على حضرتك ده وقت الصبر الأمر الأمر أنا أعلم أنه شاق على النفس وأن دول فلاذات الأكباد وريحين القلوب نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين جميعا والله عز وجل يعودك خيرا إحنا مش أحسن من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان عنده ثلاث أولاد وكان لما الولد يكبر ويبتدي يتحرك ويروح يمين وشمال وعنيه يعني تنظر في عين النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يكن يدعو على أبنائه ما دعاش عليهم مش بس كده ده كل أولاده كل بناته ماتوا في عهده صلى الله عليه وسلم إلا السيدة فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشهور فده يعني منهي عنه شرعا وقد يحدث دون دعاء ان الام مدعتش على ابنها ولا حاجة ويعني توفه الله ولكن المطلوب من حضرتك في الوقت الصبر اصبري واحتسبي واستغفري وادعو الله عز وجل والله عز وجل يعودك خيرا وان شاء الله تجدينه على باب الجنة يأخذ بيدك الى الجنة ويكون سبب من اسباب دخولك الى الجنة ان شاء الله طيب الاسباب احنا قلنا دلوقتي سببين السبب الاول ان احنا ما درسناش ما فهمناش الاحكام الشرعية التفصيلية اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها في مسألة الزواج علشان نبقى دخلين العلاقة الزوجية على نور الامر الاخر ابليس اللعين قعد لنا في البيت طب اعرف ازاي ان المشاكل دي ابليس ولا المشاكل دي مننا احنا اللي اتنين لو المشاكل ملهاش سبب احنا ساعات بنقعد في استشارة كده زوجية والزوجين قاعدين مش لقين سبب تتخنقوا ليه ما فيش طلب منها كباية شاي اتأخرت شوية قامت حريقة في البيت خناءة والاهل يتدخلوا على ايه عشان شاي او عشان المطبخ او عشان حاجة مرمية على الارض حاجة تفهة جدا فلما نلاقي فيه مشاكل كبيرة على اسباب صغيرة لما نلاقي في البيت حالة خمول وكسل دائمة حالة ضيق واكتئاب وبكاء دائم دي من علامات ان الشيطان قاعد لنا في البيت طب الحل ايه الحل ان احنا نكثر انقراءة القرآن ننظف بيتنا ونخلي ريحته طيبة ولذلك من المستحب يوم الجمعة ان احنا بنغتسل ونلبس افضل الثياب ونطيب البيت بالطيب الزبالة عزكم الله ما تستناش في البيت نطلعها برا البيت الحمام باب ويتقفل يبقى بيتنا كده نضيف ورحته جميلة وفيه قرآن وفيه صلاة لو احنا قاعدين في البيت وقت الصلاة والزوج راح يصلي في المسجد الزوج اتجمع اولادها وتصلي في البيت فالبيت يبقى فيه قرآن وفيه صلاة وفيه يعني سكينة فتحضره الملائكة الملائكة بتحب المكان النضيف والمكان اللي فيه طاعة وبتحب المكان اللي فيه ذكر لله عز وجل فلو عايزين الملائكة ترجع بيتنا والشياطين تمشي يبقى نترك المعصية ونترك ويبقى بيتنا نضيف ونذكر الله عز وجل الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء الدعاء ده سلاح المؤمن لما ندعي ربنا سبحانه وتعالى كتير زوجك تعبك مش مريحك مش بيصرف كويس مش بيديك كلمة حلوة ولا ريء حلو زي ما بيقوله ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يهديه ويصلح قلبه ويبعد عنه الشيطان واصحاب السوق واصدقاء السوق ونساء السوق ويبعد عنه كل سوق علشان يرجع لك طيب النفس منشرح الصدر وتسعدين معه زوجتك تعباك بتسمعش الكلام بتصرف كتير مش منظمة في البيت مش بتتعامل مع الاولاد كويس بتتأخر في الاكل بتزود الملح بتعمل اي حاجة ادعي ربنا يهديهالك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول اني لأرى اثر معصيتي في دابتي وزوجتي يعني لما بعصي ربنا سبحانه وتعالى بشوف اثر المعصية في زوجتي بتحصل مشاكل ليه لاني لما بنعمل معاصي وذنوب الشيطان بيدخل يعني كأننا مكان كده مقفول علشان الشيطان يخترق الحواجز ويدخل داخل البيت محتاج ذنب محتاج معصية محتاج يعني خطيئة ولكن الانسان الذي يتوب الانسان الذي يستغفر الانسان الذي يرجع الى الله عز وجل ودائم في طاعة الله هذا الانسان يكون يعني بيزود طبقة الحماية الشيطان ما يعرفش يخترق البيت وهكذا يبقى احنا عرفنا سببين من اسباب المشاكل الزوجية ودي اسباب مهمة جدا في اسباب كتيرة لا يسعى المجال لذكرها دلوقتي ان شاء الله نلقاكم في لقاء اخر ونقولها بالتفصيل ولكن احنا ذكرنا سببين والحل بتاع السببين دولت السبب الاول ان احنا وإحنا بنتزوج مدرسناش فقه كويس ما عرفناش الحدود بشكل كويس فالمفروض يعني نبقى عارفين احكام الدين الخاصة بامر الزواج والامر التاني الشيطان فمحتاجين طاعة للرحمن واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم نسأل الله ان يصلح بيوتنا جميعا اقول قولي هذا ونراكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمثل والحوار بنا جدال اشتركوا في القناة